بسم الله الرحمن الرحيم الوحدة السابعة محتوى المنهج المدرسي نتناول في هذه الوحدة بمشيئة الله الموضوعات التالية أولاً ما هي المحتوى الدراسي ثانياً أسباب اختيار المحتوى ثالثاً اختيار المحتوى رابعاً معايير اختيار المحتوى وأخيراً معايير تنظيم المحتوى الدراسي نبدأ أولاً في تعريف المحتوى للمحتوى الدراسي كأحد عناصر المنهج المدرسي تعريفات كثيرة متنوعة نذكر منها المحتوى الدراسي هو مجموع الخبرات الطربوية وتشمل الحقائق والمعلومات والمعارف التي يراد تزويد المتعلمين بها كما تشمل هذه الخبرات الطربوية الاتجاهات والقيم التي يراد تنميتها للطلاب وكذلك المهارات الحركية التي يرجى إكساب المتعلمين إياها وذلك بهدف تحقيق النمو الشامل المتكامل للمتعلمين في وضوء الأهداف المقررة في المنهج المدرسي كما نجد في تعريفات المحتوى الدراسي أنه نوعية الخبرات وتشمل الحقائق والمفاهيم والتعميمات والنظريات وكذلك المهارات والوجدانيات التي يتم اختيارها وتنظيمها على نمط معين لتحقيق أهداف المنهج المدرسي التي يتم تحديدها من قبل كذلك المحتوى الدراسي هو المفاهيم والعمليات والقيم التي يتضمنها كل مجال من مجالات المادة الدراسية يلاحظ على هذه التعريفات السابقة للمحتوى أنها تتضمن ما يلي الاهتمام بالحقائق والمفاهيم والتعميمات والنظريات كعناصر مهمة للمحتوى الدراسي الخبرات التعليمية تعني ما يفعله المتعلم كي يتعلم وليس ما يفعله المعلم لتعليم المتعلم أن المحتوى الدراسي يغطي الأبعاد الرئيسة للأهداف المعرفية والوجدانية والمهارية وذلك بصورة متكاملة تحقق النمو الشامل المتكامل للمتعلم هذا هو الهدف الأساسي للمحتوى الدراسي أيضا يلاحظ أن المحتوى الدراسي عنصر من عناصر المنهج والتي تتضمن الأهداف المحتوى طرق التدريس الوسائل والأنشطة والتقويم ومن هنا يتحتم النظر إلى المحتوى الدراسي كجزء من منظومة متكاملة وليس مستقلا عن منظومة المنهج المدرسي ترجمة نانسي قنقر